الكشف المباكر هو أن عندما أي شخص يشعر بأي عرض عارض لهذا المرض يروح إلى المستشفى ويعمل تست الاختبار له إذا كان اختبار إيجابي يعني تأكيد لإصابته فيتم العزل العزل ليس في البيت لأن في مرحلة الأولى في وخان الصينية كان عزل في البيت أدى إلى انتشار عائلي بشكل كبير جدا جدا لذلك تعلمنا من هذه دروس أن نضع جميع المصابين الحالات خفيفة في مكان نسميها مستشفى مواقب وهذا المستشفى محول من صالة مغطى لتكون المكان للعزل الجماعي للحالات المؤكدة التي لها حالات خفيفة أما الحالات الحارجة فكلهم يعالج في مستشفيات محددة مجهزة بكل الأجهزة المطلوبة ويعالج بشكل بعناية المركزية فبهذه الطريقة نحن تمكننا من استيعاب كل المصاب يعني كان هذا هو استيعاب كل المصاب بدون استثناء لو كان هنا حتى ولا كان مصاب بعوارد خفيفة لازم يدخل إلى عزل الجماعي حتى يكون اختباره إلى سربيه هل قدمت هذه النصيحة إلى الحكومة اللبنانية أو هل تواصل معك أحد من وزراء هذه الحكومة لتقديم النصيحة؟ كما قلت يعني عملنا البروتوكول التعامل يعني القواعد التعامل قواعد للعلاج قواعد للعزل يعني قواعد للمتابعة يعني عدة قواعد هناك ستة وسائق التي وضعناه حسب تجاربنا ونجددها باستمرار حتى الآن أصبح البروتوكول للعلاج أصبح الطبع السابع فنقدم هذه الوسائق كلها إلى وزارة الصحة لبنانية ومجلس وزراء وخبراء اللبنانيين الذين يحتمون بهذا الأمر وندع عندهم حتى لاستشعر شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا